موسيقى يأتي تفعيل التعاون العربي والإقليمي في مجال مكافحة المخادرات ضمن أولويات وزارة الداخلية للقضاء على تلك الآفة العابرة للحدود تعاون كان له أثر إيجابي في نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخادرات بقطاع مكافحة المخادرات والجريمة المنظمة في إحباط محاولات الجلب والتهريب موسيقى من هنا تأتي أهمية استضافة مصر لزيارة مسؤول أجهزة مكافحة المخادرات بدول مجموعة العمل الفرعي الإقرائي السالثة لمكافحة المخادرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقيه القانوني والإقرائي والفني موسيقى كانت وما زالت مصر حاضنة العمل العربي المشترة وليس غريبا علينا أن نتواجد هنا في أرض الكنانة وقلب العرب النابط إن التعاون الدولي لم يعد خيار تكتيكي بل هو خيار استراتيجي وهذه الآفة لا تحتمل التباطئ ولا تحتمل البيروقراطية فكان هذا الاجتماع أيضا لوضع جسور التعاون والمعرفة الشخصية ما بين إدارات مكافحة المخادرات في المجموعة الإجرائية الثالثة دائما نحتاج إلى تعاون وطيق، تعاون فعال، تعاون متمر وتعاون مباشر وتعكس استضافة مصر لتلك الإقتماعات الدور الريادي في مجال مكافحة المخادرات وهو ما أشار إليه الحضور نحن طموحون إلى التعاون بيننا والشقيقة مصر لأن لها باعا واسعا في هذا المجال وهي من أقدم الدول العربية والإفريقية في مجال محاربة المخادرات استفدنا كثيرا من المشاركة في هذه الفعالية لتوطيط التعاون وتنسيق بين الدولتين ودول الإقليم فيما يخص تهريب اجتماعات مسؤولي مكافحة المخادرات بالدول المعنية تواصلت على مدار يومين تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخادرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب والاتجاهات الراهنة لمشكلة المخادرات بنطاق الدول مجموعة العمل الإجرائي السالثة والتعاون العملياتي في مجابهة المخادرات تكلمنا على أهمية التعاون الدولي في نقل المعلومات بين الدول العربية فيعتبر إقليميا وعالميا لسرعة ضبط قضايا المخادرات استعرضنا فيها التجربة المصرية في مكافحة المخادرات وتكلمنا فيها عن المحورين اللي هو خفض الطلب وعرض المواد المخادرة والجوانب اللي موجودة استفادت طبعا من التجربة دي وعرضنا لهم فيلم توصيقي بيوضح مجودات الإجارة خلال الفترة اللي فاتت تناولت الجلسات عرض لدول التعاون العربي المشترك وآليات تعزيز هذا التعاون بين الدول العربية الشقيقة جاءت الاجتماعات بتوصيات محددة في مقدمتها تفعيل تبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين دول المجموعة وتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات ترويج المواد المخادرة مع تنمية قدرات الأجهزة المتخصصة ماديا وبشريا وتفعيل الشراكات التدريبية خاصة مع مصر التي تمتلك إمكانات تدريبية كبيرة في هذا المجال اجتماع اليوم كان من ثمارات توصيات من ضمنها تفعيل الاتفاقيات الثنائية وبينه بالمصر الاتفاقية الثنائية يعني في التدريب وتبادل المعلومات وقد قام المشاركون بجولة في متحف الإدارة العامة لمكافحة المخادرات لاستعراض مقتنيات المتحف التاريخية منذ إنشاء الإدارة وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال المواد المخدرة وأساليب الإخفاء والتمويهة اجتماع مسؤول أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العامة للفرعية الإجرائية الثالثة يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود اشتركوا في القناة